سعت مصر على مدار الفترة الماضية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقاومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة. الدولة المصرية، وفي إطار نهجها الاقتصادي التنموي، تبنت خططاً تنموية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة التي أضرت بمختلف اقتصادات العالم. فخلال السنوات الثماني الماضية، أثبت الاقتصاد المصري قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، وهو ما يؤكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ أربعة عشر عاماً، على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل نمو الاقتصادي، معدل نمو العالمي المتاقع أن يبلغ 3.2% عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021 و2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014. يأتي هذا في مزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة ألعاف. كما تواصل مصر تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة، والوصول لأقل معدل خلال أكثر من ثلاثين عاماً، مسجلاً 7.2% في الربع الثاني عام 2022. هذا إلى جانب احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات، بما ساهم في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي. المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، انعكست على نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث أشهدت مؤسسات ستاندرد أند بورز ومودز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجيبي مورغان وبنك التنمية الإفريقي بتجاوز الاقتصاد المصري فترات صعبة منذ عام 2013 وتحقيق معدلات إيابية خلال السنوات الأخيرة.